مشكلتي مع الاهلي اني بنت هناء حمزة بنتي قمو من امي فيها او انا فعلا قلت كده وكسيتك من قصدي انك كان فيه مشاكل فعلا ما بين والدتي وبين بعض الاشخاص في النادي اوهو انا كنت شايفة ان هو لو انا ما كنتش بنتها او ما كنتش حد اللي هو امي كان بتلعب قبل كده في النادي الاهلي او بتجغل منصب معين ما كانش هيحصل كل المشاكل دي ده كان رائيا انا اللي مشيت من الاهلي مش هو اللي استغنى عني او انا قلت كده فعلا انا فعلا اللي قررت ان انا امشي من الاهلي او انا اللي طلبت كده واكيد كل الناس عارفة الموضوع ده تنازلت عن سنع كاملة في عقدي مع الاهلي من اجل الروحة النفسية او فعلا انا لحد دلوقتي قصلا ما خدتش بقيت عقدي من الاهلي وتنازلت عنه يعني ما خدتوش اتقال عني اشاعة اني هاخد مليون جنيف الزمالك ليه هو انا كهربا او دي فعلا التقلت عينا كلنا مش انا بس ان احنا بناخد ملايين من الاهلي زمالك وده غلط جدا احنا بناخدش الكلام ده واحنا عقدنا زي اي لعيبة في الدوري المصري في الكرة الطايرة وبرضه كان فيه كلام عن الموضوع ان انا قلت كهربا ان انا كان قصدي مثلا كهربا عشان كان فيه مشكلة ما بينه وبين مش عارف ايه بالزبط في الفترة دي ما بين الاهلي والزمالك ان انا كان قصدي اقول كده لأ انا كنت ممكن ولا اي حد ابو تريك شيكبال اي حد يعني كان قصدي انا كهربا هو شخصيا لماذا يتمسك الاهلي بيا بتلك الطريقة وانا عالم جيدا انهم اذا عدت سيتم تجميدي او قلت كده وانا كنت شايفة ان هما ان اي لعيب بيسيب الاهلي بعد كده بيرجع تاني ما بيتعاملش زي ما كان موجود قبل كده وهو فعلا اه هل استنتاج ولا لأ عشان شفت ايه ده حصل مع لعيبة او لعيب اخرين او هو كان استنتاج فعلا هو فعلا حصل انا شفت ان هو حصل مع لعيبة دي في كل لعيب يعني كانت ايه طبيعة الازمة بينك وبين حمدي السوفي والله انا كنت بشوف في اخر فترة ان هو بيسمع بيوصل له كلام يعني كلام كله كان غلط بكون انا مش عارفة يعني بيكنش عارفة هو مثلا متضايق مني ليه ان هو بيوصل له كلام حاجات ليه علاقة بولدتي ان مثلا ممتي قلت عليه حاجة او دائما حاجة معينة فكان بيكون رد فعله بعد كده بيكون حاجة عليا انا يعني فهديكة الازمة بيني وبينه ان احنا مش بنفهم بعض او مش بنتكلم مع بعض فبلاقي نفسي مثلا مرة واحدة في مشكلة بيني وبينه وانا مش عارفة انا عملت ايه بعد مواقف خالد مرتاجي معيك في نهائي الكاس كاس مصر قلت السلام لله او فعلا انا قلت كده وفعلا السلام لله ولو تكرر مواقف تانية تسلمي ولا لا فاو هسلم طالما انا شايفة ان انا ما عملتش حاجة غلط تدرني او تقول الناس تقول مثلا حاجة ان انا بنتي مش كويسة او ان انا مش متمسكة بحاجة ليها علاقة بديني فانا شايفة ان ترى ما عملت حاجة صح يعني على كل المستويات فاعملها تاني عايز اتقال ان انا قلت ان انا كتبت حاجة على السوشيال ميديا ان انا قلت له تعال اتفرج عليها في كاس العالم لا اهو ده ما حصلش خالص انا مقلتش كده واصلا السكينشات اللي هي انتشرت دي فيك انا انكتبتش كده وفي حاجات كتير قيب تتكتب ان انا انكتبتها بس اعتقد الناس اللي فهمها شوي في السوشيال ميديا تعرف ان هي فيك وبرضو بيكون فيه بايجيز كتير ليا على الفيسبوك بتقول كلام برضو انا مقلتوش خالص انا اصلا ما عنديش بايجي خاص على الفيسبوك كل حاجات دي فيك ولا بنزل صور على الفيسبوك ولا بكتب حاجة ولا اي حاجة من الكلام